في سياق منفصل افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم مركز الرحمانية التجاري الوجهة المجتمعية والترفيهية الأولى في منطقة الرحمانية والذي يقدم خدمات متكاملة للزوار في إطار سعي سموه الدائم والمستمر لتوفير مختلف الخدمات والمرافق الخدمية والترفيهية لكافة قاطني إمارة الشارقة شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة افتتاح مركز الرحمانية التجاري الوجهة المجتمعية والترفيهية الأولى في منطقة الرحمانية والذي يمتد على مساحة بلغت قرابة 60 ألف متر مربع بكلفة 400 مليون درهم إذ يقدم خدمات متكاملة للزوار تلبي مختلف احتياجات سكان المنطقة من مختلف الجنسيات والأعمار وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المركز التجاري عقب إزاحة الستار الافتتاحي من خلال الضغط على مكبس الافتتاح مطلعا سموه على مختلف مرافق وأقسام المركز الرئيسية حيث يتكون من طابقين تتضمن العديد من محلات بيع تجزئة والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي واستمع صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى شرح تفصيلي من سعيد سلطان السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية حول المركز التجاري الذي يعتبر صورة للمراكز التجارية الحديثة التي تنتشر في الإمارة إذ يضم العديد من العلامات التجارية العالمية مما يسهم في تنوع الاستثمارات كما يتيح المجال أيضا أمام المتسوقين للحصول على أفضل الفرص التسويقية والترفيهية واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة أيضا خلال جولته على فرع جمعية شارقة التعاونية الذي سيخدم المجتمعات السكنية القريبة إذ يمتد على مساحة تزيد عن ثمانية ألاف متر مربع وتصل الطاقة الاستيعابية للمتسوقين إلى خمسة ألاف متسوق كما يتضمن العديد من الأقسام الجديدة منها الإلكترونيات والتجميل والمأكولات الذي يشمل الطهي الحي والشواء وردهة لتناول الطعام وغيرها يوجد 13 واحد حقين خدمته إلى العمر تتميز أن أي شخص منفل يتسوق يدفع في نقطة التسوق روح يحب ويطلع من السكر الماضي ويحتل مركز الرحمنية التجاري موقعا استراتيجيا حيويا حيث يمكن الوصول إليه بكل سهولة ويسر من خلال شبكة الطرق الكثيرة والحديثة في الإمارة حيث يبعد عشرة دقائق عن مطار شرقة الدولي كما يوفر للزوار وجهة تسوق مجتمعية مثالية ويضم نحو ألف موقف لسيارات تتضمن مواقف خاصة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى حزمة من الخدمات والتسهيلات مثل مركز صحي متكامل وصيدليات وصالات السينما وبنوك ومحلات للصرافة وتسجيل السيارات وتصليحها بالإضافة إلى صالونات التجميل النسائية والرجالية ومكتبة وقرطاسية وناد رياضي بالإضافة إلى خدمات الفئات المتنوعة مثل ذوي الإعاقة وكبار المواطنين ومسجداً للصلاة ستقام فيه صلاة الجمعة وباقي الصلوات وجاء تصميم المركز وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية مع الاهتمام بالدكور الداخلي الذي يطفي على المركز بعداً جمالياً فضلاً عن الاهتمام بالخدمات ذات المعايير عالية المستوى والتي سيقدمها المركز التجاري والتي ستواكب النقلة النوعية في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه إذ يعتبر المركز وجهة مثالية لخدمات الطعام حيث يضم العديد من المطاعم التي تقدم أطباقاً محلية وعربية وعالمية تلبي رغبات الزوار والمقيمين كاميرا أخبار الدار برفقة الزميل سعود الكتبي رصدت المشهد وردود أفعال الأهالي وفرحتهم بافتتاح مركز الرحمنية التجاري والله نحن صراحة يعني أنا عاجز عن الشكر صراحة دائماً يعني أدعيني في الصلاة في السجود دائماً الله يعطي الصحة والعافية مع أني أنا يوم أتكلم قلبي عبرني على هذا الإنسان الصراحة ما مقصر فينا يعني مهما تكلمني مهما سويني ما نعطيه جزء من اللي هو يسويني هذا من سكان الرحمانية سكنتها عام 2010 من أقدم من اللي سكنوا الرحماني يوم سكنناها صحراء الله يطول عمر شيخنا ويخليه إن شاء الله صح الله يمناه صح الله صح الله صحته بدنه ما قصر عمر لنا ما توقعنا أن هاي الصحراء تصير شذي كانوا الناس يقولنا تتكب تسكنوا في البر تتكب قلنا بيستوي البر ويستوي خير كان البعران جدام بيوتنا والحميلة الحمد لله والشكر الله يعطيه طولة العمر والعافية ويصح يدام إن شاء الله ويخليه لشعبه أبونا أبونا العود هذا أبو محمد يزاه الله خير والحمد لله أهل الرحمنية وسعادة دامه موجود على رأسنا ويجعل إن شاء الله دوم على رأسنا احتفال المنطقة كلها ويوم سعيد هذا الحمد لله ويسهل على الناس أنهم يقضون حاجاتهم ويشترون في مكان قريب لأنها يتعرف من المناطق البعيدة عن البلاد هذا المول يوفر الحقيقة كل الأشياء والمستلزمات اللي يحتاجها كل إنسان في بيته من مواد غذائية من مثلا إلكترونيات من مخابز من أي شيء كل ما يحتاج الإنسان في حياة المعيشية وحياة الترفيهية متوفر فيها المول افتتاح المول وفتتاح الجمعية هاي الحلوة ما شاء الله كل شيء متوفر لك الشكر والله ولك الامتنان يعني على رأسنا وعلى عيننا أنت والله أنت مثل الوالد اللي يحن على عياله